طيب السؤال بكرة يعني هل هتكون هي نفس التشكيلة لمنتخبنا الوطني اللي بيها امام زنبيا وكسب بيها واحد صف في مباراة الجزار وهي مفروض المباراة الاقوى يعني اما نجي نبص لتشكيلة منتخبنا الوطني امام المنتخب الزنبي هنقول هي تشكيلة اساسية مش هيتم تغيير اي فرض فيها الا بقى لو في حد تعبان حد مجهد الامور ممكن تكون داخل منتخب فيتوري هو الاعلى بيها لكن اما نجي نبص لأ يعني التشكيلة الخاصة بمنتخب منتخبنا الوطني امام زنبيا هي الافضل او هي اللي يعني عليها العين ولو اتغيرت هتبقى صعب جدا بكرة يعني اما نجي نبص شناوي في حراسة المرخ خلاص ده امر مفروغ منه محمد هاني هو البكريت الاساسي في الفترة اللي فاتت لان مفيش ممكن في مصر دلوقتي ياري محمد هاني وعمر كمان عبدالواحد اللي موجودين في المنطقة دي محمد عبدالمنع علي جبر فتوح خط الظهر المعروف في التوقيت الحالي اللي منتخبنا الوطني هما دول نجي نبص خط الوسط طريق حامد حمد فتحي انني يعني ما نجي نبص ده يعني هما برضو الافضل والاكثر سباتا مع الراجل في الامام تريزي جي مصطفى محمد محمد صلاح دول برضو السلاسي الامامي فتشكيلة المنتخب امام زنبيا باحتمالية كبيرة جدا جدا شايتم التغيير فيها خالص في مباراة الغد امام الجزيرة قوة المباراة ما تخلكش في الاول تغير حتى لو انت عندك فكرة انك تشارك حد مش هتشاركه من بداية اللقاء ممكن اثناء اللقاء اثناء مجريات اللقاء نفسه في حاجات تحصل فتبتدي افكارك تختلف وافكارك تبتدي تنزل لعيبه عندك لعيبة طبعا على مستوى عالي حقيقة لما نجي نبص مصوفة فتحي مثلا زيزه وتأثيره في الملعب هي الفكرة بكرة انت هتشتغل مع منتخب الجزائر فاتح مش فكرة تفاتح خطوط انت منتخب مصر انت المفروض تبقى عندك الاسباقية في الهجوم انت منتخب مصر منتخب كبير اه بتلاعب منتخب الجزائر لكن مازال طبعا منتخب مصر باسمه الكبير في القارة افريقية وبطولاته الموجودة انت اللي دايما يبقى عندك المبادرة في كل شيء اه هنقول ان عدد المحترفين هنا غير عدد المحترفين هنا لكن خلاص الموضوع قبل يعني احنا جربناه قبل كده في ستة وثمانية وعشرة بان احنا كان عندنا اكبر عدد من اللعبين موجودين في الدور المحلي هتقول لي من الزمان من الزي دلوقتي هقولك معلش برضو خلينا امكانيات لعبتنا احنا عارفينها ان شاء الله فقط ان يبقى عندهم الروح والاسرار والتركيز في المباراة لان امور بتختلف فهي دي كرة القدم عمتا يعني عندنا فكرة انك تضغط وتجيب هدف ده شيء هيبقى جميل الحضور الجمهيري هيبقى ليه عامل كبير جدا مع منتخب مصر لو حصل كده انك تجيب هدف ودعم الجمهيري ده هيكون شيء جميل جدا هتخلي منتخبنا افضل وافضل بس ده لو حصل ان شاء الله اتمنى التوفيق لفيتوريا اتمنى الشكل العام لمنتخبنا هنا بقى لو احنا بنقول منتخب زنبيا اللي انت قابلته كان مقفل شوية كان مدايقك شوية انت هتلعب هنا منتخب نفس الليفل فهيبقى بيشتغل زيك فقط امور خططية هو هتكون مختلفة وانت عندك امور خططية معينة هتكون مختلفة كل واحد بقى والافضل واصراره على تنفيذ الخطط دي وفي نفس الوقت قدرته على الوصول لمرمى الخصم وانه يحرز هدف او يكسب المباراة هي دي كرة القدم خطط وتنفيذ تعليمات واصرارك على تنفيذ التعليمات والخطط اللي بيدهلك المدرد الامور ما بتجيش بالساهل والامور ما بتجيش باللق اللق ده ممكن يجي للمقتهد فانت لو اقتهد ولا قدر الله ما حصلش حاجة او يعني مسلا ما كسبتش احنا هنقولك برافو احنا عايزين نشوف منتخبنا فافضل حالاته بكرة عشان ده تجربة قوية وحقيقية للمنتخبنا الوطني بعد تجربة تونس الحقيقة اللي ممكن زعلتنا كلنا زعلت الشعب المصري ان انت دايما حقيقة يعني عشان بس نبقى متفقين المنافسة ما بين المنتخبات العربية في القارة افريقية بتبقى قوية ودايما فكرة المكسب بتحط او بتركب المنتخب العربي ايه اللي كسب على المنتخب التاني ففكرة انك ممكن المنتخب المصري يكسب مباراة الجزائر ده شيء مهم يديك دفع قوية في الفترة اللي جاي ده اللي احنا نتمنى ان شاء الله ولو بكنا بنتكلم على القايمة او التشكيل الخاصة بمنتخبنا مش هتختلف عن التشكيلة منتخبنا امام المنتخب الزنبيو اللي كسب فيها واحد سفر طيب ده يمكن لمباراة بكرة واحنا كنا تكلمنا على المباراة الخاصة بقى بمنتخبنا او بمجموعة المنتخب كنا تكلمنا عليها مبارح وهي مجموعة صعبة ما حدش اقول لي سهلة الخاصة طبعا بمباراة منتخبنا فيه بطولة الامة الافريقية كودفار عشرين تاتة عشرين لكن طبعا هي تتلعب عشرين اربعة عشرين ولكن النقطة ان لازم يتم التجهيز تجهيز لهذه البطولة المجمعة واللي احنا دايما في البطولات المجمعة بنبقى الافضل بنبقى احسن لما بيتلعب مباراة كده رايح جايز او بقى في تصفيات امم افريقيا او تصفيات كاس عالم احنا البطولات المجمعة الحقيقة متمايزين فيها جدا عشان كده ان شاء الله انا متفائل خير ولكن يتم التجهيز بس شكل جاي طيب عندي بعض الاخبار واهمها الحقيقة